الإعلاميين ليس فقط إعلاميين 32 إعلاميين في الخمسين سياسي أيضا منهم قيادات في القوى الوطنية المصرية في غد الثورة في الحركة المدنية في القوى الليبرالية مهاردة حضراتكم طبعا ما أراد النظام هو عمل الليلة الكبيرة وعمل الصرادق الكبير عن الحوار الوطني عشان يتكلم عن واجه ديمقراطي لمصر تم إجهاده بمثل هذه الخطوات سوى خطوة أحمد تنطاوي واعتقال أهله وعدم عودته لمصر أو بوضع 81 زميل وزميلة على قوام الإرهاب لذا كان هناك تصريح واضح جدا من الخارجية الأمريكية بإدانة هذا الأمر ويأعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها عن إدراج صحفيين على لائحة الإرهاب في مصر طبعا حضراتكم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في واشنطن اتكلم وقال إن هناك قلق بشأن استخدام محاكم مصرية لتوجيه تهم تتعلق بممارسة حرية التعبير ودع الحكومة المصرية للكف عن اعتقال الأفراد بتهم تتعلق بحرية التعبير والإفراج عن المعتقلين بمثل هذه التهم يبقى أولا أنت قد الخارجية الأمريكية لم ينطلع عليها كل تمثيلاته الأفلان بتاعة الحوار الوطني أدي رقم واحد رقم اتنين لو أنت شفت استعمال متحدث الخارجية الأمريكية هو بيكلمك عن القضاء المصري والاستخدام محاكم مصرية لتوجيه تهم أنت أيضا أصبت القضاء المصري أصبته تماما بطعنة غادرة إن كنت استخدمته يعني منص الراجل بتاع الخارجية الأمريكية بتستعمل محاكم مصرية عشان توجيه تهم بممارسة حرية التعبير وطبعا الكلام واضح جدا تحديدا هو زي ما الراجل وضح إدراج أسماء عشرات الصحفيين وسياسيين الليبراليين وإعلاميين بينهم أربعة في جزيرة والشرق وغد الصورة ودكتور أيمن نور رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية والمرشح الرئاسي الأسبق وما دعونا لك حيا حضراتكم احنا اتباعا بنقول لحضراتكم من مدار الإسبوع العدة تور أيمن نور بعت رسائل ومخاطبات ومهاتفات ليعشرات من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمعنية بحقوق البرلمانيين والمعنية بحقوق أيضا السياسيين وأيضا النياب هنا ساعة تكفيلي واحدة من اللجان الهامة جدا في البرلمان الدولي اللجنة المختصة بحقوق الإنسان في البرلمان الدولي ردت على شكوى الدكتور أيمن نور وببدء التحقيق طبعا الشكوى كانت واضحة كنانا حضراتكم قرأناها سابقا دكتور أيمن بعد شكاوى حول وضع السياسيين أو الإعلاميين على قوائم إرهاب بالمخالفة للقانون تماما نوع من أنواع التنكيل بالخصم السياسي دكتور أيمن تسلم بالفعل من لجنة حول الإنسان للبرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي ما يفيد بأن الشكوى اللي تقدم بها حول القضية المعروفة إعلاميا بقائمة إرهاب العيد والتي تضمنت شخصيات من اتحاد القوى الوطنية وحزب هذا الثور قد الشر أفادت اللجنة ده ليهمنا بناس سلمة الشكوى وستقوم بتقدمها إلى لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين الأوروبيين خلال جلستها القادمة في أكتوبر عشرين ثلاثة عشر مطروحة على جدول أعمالهم والتحقيق في هذه الشكوى كما ستقوم أيضا اللجنة بمراجعة الشكوى والمعلومات المقدمة وهي قيد التحقيق الأولي حاليا يعني بدأوا الناس حاليا في التحقيق في هذه الشكوى من خلال جامع المعلومات ذات الصلة والتي من شانا تمكين اللجنة من فحص انتهاكات حقوق الإنسان المقدمة في الشكوى بدق قلنا وإن كان حضراتكم يمكن أنا من أول كنت معاكم وحضراتكم في صارة العيد تلقت أيام العيد الفطر أقول لكم أن الدكتور أيمن نور حقيقة يتزيد هذه الأمور إذا أرادوا أن يحاصروا تزيدوا حماسة للزود والدفاع عن الحقوق والحريات والتعبير قلنا كلام ده وقلنا هذه واحدة من الردود القوية والسريعة في لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي وهكذا ولسه تصريح الخارجية الأمريكية ليس لم يأتي اعتباطها المخاطبات والمراسلات والاتصالات لأن لابد أن تفضح هذا النظام وتكشف أوراقه وتسقط كل الأقناع عنه إذا أراد أنه يعمل مولد اسم حوار وطني عشان يجمل صورته أنه نظام ديمقراطي فلابد أن توضح للعالم حقيقة هذا النظام وما يفعله الآن كل ما يفعله والمنهجية اللي ماشي عليها بالقمع بكل المعارضين والخصوم السياسيين اشتركوا في القناة